بعد أن كانت تحتضر تتلقى القراءة ساقتان عاش تعيد الحياة إليها وتعود إلى سابقة عهدها بين الأوساط الثقافية والشبابية القراءة الورقية في العراق قصة صحوة بعد موت محتم أنا من الناس أحب هم الكتب العادي أحسني لها شعورها الخاص لداتها الخاصة تختلف عن الأنتانيات وكذا خمد لفترة ليست بقصيرة ثم عاد يلملم شتاته من تحت رماد الواقع الذي أراد أن يمسخ الكتاب والقراءة الورقية من الوجود شباب أدركوا أهميته وفضلوه على شبكات العالم الافتراضي بعد قطيعة استمرت لسنوات الحمد لله كنت أزايد على أقبال على الكتب حتى بأعمار مختلفة ممكن تشوف حتى تحت للسن الاثمنتعاش إلى سن الكهولة لا ننسى مجال التأليف والكتاب توسع يعني هسا تلقى مؤلفات بكل المجالات يعني مثلا مجال الطاقة تاريخ السياسة ألاف الكتب فلذلك أنه يعني القارئ يلقى بالته بهاي الفترة الأخيرة يعني شاب العراقي بصورة خاصة قامي أنه يلقي رغبته بالكتب أكثر مثلا هسا أنا من الموصل شاب جيت هنا للمتنبيه يعني أدوري على فت كتب فت ملاحظات يعني أنا بالي يجوز ما أقدر ألقاها بالمواقع التواصل يعني فأجي يعني أدورها هنا وألقيها يجوز ألقي رغبتي بيها أكثر من ما يعني أتعمق بالسوشيل ميديا هذا الرجوع يعزوه رواد الكتاب لمن يعطيه من معلومات قيمة تدعب العقل وتحاكي الأرواح بطريقة سحرة لعل هذه الصفات غير متوفرة في الكتب الرقمية التي تصدرت على الكتاب الورقي في فترة معينة البشر من ألف الكتب مو اعتباطا بس كل واحد ينقل تجربته تجربته بالحياة ينقلها يألفها في سبيل عامة الناس وهذا للفائدة من كافة المجالات من علوم رياضيات أو علوم فلسفية أنا بالنسبة لي إذا كان عندي بحث سريع فأستعين مواقع التوصل الاجتماعي جوجل وغيرها أو مثلا المصادر التي ستكون منشورة على جوجل أكيد بس إذا لا مثلا بحث مهم كل شيء مثلا عندي فترة معلومة ما متأكدة من عندها طبعا استعين بالكتب والمصادر الورقية مع زيادة عدد القراءة تدريجيا يرتفعوا معها سقف الطلب على أصحاب المكتبات وإصداراتهم التي انتعشت مؤخرا من بغداد هبة تميمي هنا القاهرة عاصمة الخبر